وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظة على استمرارية المغزونة استراتيجية للدولة من السلع الغذائية الرئيسية فضلا عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة موقف مغزون السلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية وكذلك زراعة المحاصيل للموسم الزراعي الحالي واطلع رئيس السيسي على موقف المغزونة استراتيجية والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة وذلك في إطار التخطيط المسبق بالحفاظ على المغزونة استراتيجية منها مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية كما تابع الرئيس السيسي مستجدات الموسم الحالية لزراعة القمح موجها بأن يتم تحديد سعر التوريد للقمح بحيث يحقق عائدة اقتصادية مغزيا للمزارعين والفلاحين ويدعي مزيادة كميات توريد القمح واضاف متحدث الرئاسة أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الاستصلاح الزراعي على مستوى الجمهورية خاصة مزرعة وادي الشيح بمحافظة أسيوت كما اطلع رئيس السيسي على مستجدات مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة الذي يضم ستة مصانع متنوعة لتغطية الانتاج المحلي والتصدير بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لمشروع التغذية المدرسية خلال العام الدراسي الحالي وموقف مشروع مراكز تجميع البلازمة ترجمة نانسي قنقر